ازايكم يا شباب؟ فيديو النهاردة هيكون سريعة عن محتويات الكورس وإيه اللي هتتعلمه خلاله شوية معلومات بسيطة هتعرفها عن البلو برين والكورس ده هيكون مقسوم لثلاث أجزاء أساسية رقم واحد تتعلم أساسيات انريل ازاي تفتح بروجيكت جديد من الصفر بطريقة غير تقليدية اللي هما بيفتحه البروجيكت بيبقى لأيحنا نعمل بروجيكت بلانك وتبدو تضيف فيه ملفاتك واحدة واحدة وتزبطها step by step ثاني حاجة تتعلم ازاي تعمل او نظامه الحركة للشخصية بتاعتك ثالث حاجة تتعلم ازاي تعمل نظام مليئة تاج بسيط والكورس ده هيكون مشروح كله بالبلو برينت وهتعرف ايه هي البلو برينت كمان شوية و ايه اسباب ان انا استخدمها ايه هي البلو برينت البلو برينت عباره عن visual scripting system كلام ده معناه ان البلو برينت مش طريقة كودينج بالطريقة التقليدية زي السي باس بلاس مثلا لها بتستخدم حاجة اسمها nodes وهتعرف ايه النوز دي دلوقتي من خلال صورة هشرح لك عليها طبيعة العمل بتاعت البلو برينت انك بتوصل النوز دي ببعضها من خلال executions بتتوصل عن طريق عاجة زي الوايرز او زي خيوت مثلا والبلو برينت بتكون حاجات اساسية شائعة زي الـ events functions و الـ variables وكل ده هنغطيه قدام هتعرف كل واحد لوحدها في الكورس ده هنستخدم اكتر البلو برينت كلاسيس مش هنستخدم الليفل بلو برينت كتير تعالوا بينا نتنقل على الصورة اللي هشرح لها ايه بمثال بسيط جدا ليه عندي ده قدامي كده مثلا مجرد مثال بسيط جدا البلو برينت هتعرف ده فايدتها ايه قدام تستعجلتش اللي علمت عليها بالله احمر دلوقتي دي هي دي نود حاجة بسيطة جدا ليه طبعا في نود شكلها اكبر من كده اسمها مختلفة بس دي نود بسيطة عبارة عن event قد دي تاني حاجة اللي علمت عليها دي دي عبارة عن دي نود برضو بس لها استخدام تاني ووظيفة تانية تعلم علي بالله ازرق ده هو معناها ان هي بتدي الامر للحاجة اللي بعدها ان هي تبتدي تتنفز اللي هي في الحالة دي بتاعتنا دي لو لاحظت مسلا دي زي السهم اللي هي اتجاه فهي بتتوصل بطريقة معينة منفعش تتوصل غير بال اللي بعدها دي منفعش تجي تجي زي دي تجي توصلها بال ودي مسلا دي عبارة عن من نوع وهنشرح بعد كده ايه هي او المتغيرات وايه انواعها وايه استخدامها لو لاحظت ان هو من نوع فلوت توصل بالفالي دي ازا ما انفعش تجي تاخد بتاع ده تجي تحط في دي مش هينفع خالص وده اللوجيك بتاع تانية انت بتوصل للحاجة اللي شبه بعضها نيجي لنقطة تانية اللي هو ليه ان استخدم اساسا ال وانا متعمد ان انا استخدم وماردتش استخدم السي بلس 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 لان الهتكون سهلة بالنسبة لاي حد اللي لسه بادئ في المجال فهيكون سهل عليه التعامل معاها وسهل ان هو يفهمها على عكس السي بلس 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 رقم اثنين الكمبايل تاع البلو برينت سريع جدا مقارنة بالسي بلس بلس رقم ثلاثة ان البلو برينت هتساعدك جدا لو انت ديزاينر او ارتيس مش بتحب ان انت تكتب كوده عموما فالبلو برينت هتكون سهلة جدا لك في التعامل معاها والفهم زي ما قلت قبل كده ان الكورس ده مخصص لمنوا ابتدئين اللي هم لسه بيبدأوا يتعرفوا على انريل انجين وقبل ما نتنقل على الشوكيس للفاينل رزولت اللي انت مفروض هتبقى قادر ان انت تعملها حابي بقول كم نصيحة صغيرة كده حاول تهتم بالانجليش بتاعك شوية حاول ترى الديكمنتيش بتاعت انريل انجين هتفيدك جدا ثلاثة حاول تكتب نوتس لأي حاجة مش مكتوبة في السلايدز نتنقل بقى على الشوكيس عبارة عن فيديو هين قصيرين هيوريكم النتيجة النهائية اللي انت هتكون قادر تعملها بإذن الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة